أخويا خالد بالنسبة لتأثير الحج على ثقافة المكتبات كيف أثر فضل حبيبي فضل كل عامة بخير كيف أثر الحج على المكتبات خصوصا أنه طبعا حتى في صور تشهد لذلك أنه كان فيه مكتبات كثيرة صدر دكتور مكتبات كثيرة كانت في مكة المكرمة كيف أثر هذا الشيء؟ طبعا من الشيء اللي كثير من الناس ما يعرفوا أنه في مكة كان فيه ما يشبه كما أسمى البروفيسور عبدالله هاوس سليمان عضو آية كبار علماء أسمى المكتبة المكتبة المركزية لمكة أو السوق المركزي للكتب في مكة وهذا السوق كان عند مخرج باب السلام من الحرم العجيب أنه هذا المكان كان فيه من النوادر من الكتب والمخطوطات والصور لمكة المكرمة ما قد يدعو طلبة العلم للوفود إليه ولا يستطيعون الخروج من مكة إلا أن يمروا على هذا المكان لما يحتوي من ثراء علمي في الكتب وللعلم مكة كان فيها مهنة مهنة الكتبية الكتبية وكان لهم شيخ ومن مشايخهم كانوا بيت الفيدا ومنصوري وإلى آخر عدة مكتبات يعني لا تعد بعشرات المكتبات كانت موجودة في هذا المكان ثم بعد التوسعات طبعا تفرقت ولكن ما زالت القيمة الثقافية للكتب التجارية والكتب المكتبات عفوا العامة أيضا في عندنا مكتبة مكة المكرمة وهي ما تعرف بمكتبة المولد النبوي ثم أيضا توجد مكتبة الحرمة المكي الشريف والتي يعني أنشأت في عهد الدولة السعودية وكلاهما تحتويان على نوادر المخطوطات نوادر الكتب وأشياء موجودة من تاريخ قديم جدا هذا فيما يخص المكتبات فتبعونا أنتقل نحن ننتقل للمقاطة الجاية يعني هو حقيقة دكتور يعني أنت تكلمت على موضوع المنافع الثقافية بحكم تنوع العراق والثقافات في ماذا تتمثل؟ يعني كيف ممكن نشوفها إحنا قداما يا سلام أخواني كان الاحتلال في الدول العالم الإسلامي يحرص على أن المسلمين لا يروحوا موسم الحج لماذا؟ لماذا؟ لأنه كان مؤتمر عالمي كل أمة كان عندها احتلال تعطي تجربتها كيف قاومت هذا الاحتلال تذكر يعني انقطاع الأخواننا في أندونيسيا في فترة الاحتلال عندنا بورتغالي انقطاع طويل كانوا يمنعون وكان اللي يفكروا أن يجي هذه الأماكن المقدسة يمكن يقتل ويعدم ليه؟ لأنه إذا جاء إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في موسم الحج سال له حجتين خطيرة الحاجة الأولى التقى بتجارب عالمية إنسانية مختلفة عند المسلمين اللي عانوا من الاحتلال واستطاعوا يطهروا بلادهم منه فأخذوا الخبرة من عندهم هذا واحد اثنين شعور المسلم بأنه عنده عمق عنده امتداد ليس وحيدا ليس منعزلا هو جزء من أمة تقف معاه تؤازر وتساند فلو اشتكى منها عضو تداعى له سير الجسد بالحمى والسهب هذا يرفع معنويات الحاج ولا المعزائر ولا المعتمر إنه أصل أو جزء من أصل عميق وكبير فيعود إلى بلده إلى دولته لديه معنويات مرتفعة يقاوم المحتل ويقاوم الظلم ويقاوم العدوان اللي موجود في بلاده بعد شعوره بهذه الطاقة كده قلنا الحاج هو إنسان روح وعقل وجسد ولا ما كان شفنا اليوم أنه عندنا الترجمة وصلت إلى عشر اللغات صحيح ترجمة الخطبة كانوا معنا الرئاسة شوني حرمين وتكلمون عن المدوء هذا البطويات والمطبوعات اللي تكتب وتنتشر بأرقام خيالية يتواصل معاك اللي يعني سبحان الله الفكرة هو إنك تعود فعلا قد شبعت روحا وعقلا وجسدا صحيح طيب خالد احنا تكلمنا عن المكتبات بس حتى الرحالة اللي عبروا يعني أنا دائما أحب استرجع بن جبير وبن بطوطة وبن جاور وكمان حتى الرحالة الغير مسلمين زي مثلا سنوك بورك هارت هذولا كلهم كتبوا عن ريحة الحج فأيش المنفع اللي نقلت من سنوك مثلا أو قبل عام 1880 تقريبا سنوك ميلادي إيش المنفع لنقلها لبلده مثلا في هولندا أو بورك هارت في بريطانيا المنفع لنقلها عن الحج قبل ما نتكلم عن المنفع تعليقا على كلام الدكتور وتأكيدا على ما تفضل به أنه كثير من المستشرقين أتوا إلى مكة وكتبوا عن رحلة الحج بقصد التشويه والإساءة نقلوا يعني التجربة بشكل مسيء جدا بشكل مشوه جدا كنوع من التنفير والتنقيص من المسلمين هذه مبدئيا ثم إذا أردنا الحديث عن مسألة الفائدة من رحلات الحج عفوا ما كتب طبعا المكتبة تزخر بمئات وليست عشرات مئات الكتب لا تعد ولا تحصى حتى دارة الملك عبدالعزيز طلعوا وكتاب يقول مئة رحلة من الرحلات يعني مئة من رحلات الحج فرحلات الحج إن كان للعرب والشرف والغرب من كل مكان كتبوا عن رحلة الحج أما المنفع الثقافية فنقلوا يعني أحد الطرائف كانت فيه الليدي إفلين كوبلد جات في بداية العهد السعودي اتكلمت عن النموسية مثلا يعني كحاجة من عادات أهل مكة ما كانت معروفة هناك عندهم فنقلوا عادات المسلمين نقلوا تآلف المسلمين نقلوا يعني كيفية تكافلهم في الحج إضافة إلى ثقافاتهم وعاداتهم الاجتماعية جميل هذا من المميزات لكتابة رحلات الحج إضافة إلي كما هو معروف أنه في أبواب الأدب يوجد عندنا ما يسمى أدب الرحلات جميل إيش أدب الرحلات هذا إيش عمل فينا والشعر في الحج إيش عمل فينا يعني لا توقف لي عند الشعر طبعا أنا أعرف أنت محب للشعر وجدكم كان شاعر رحمة الله عليه وعلى ومبارك في الجميع طبعا لابن جبير قصيدة جميلة يعني كأنك عرفت أنه أنا محضرها أول الله كده تراجعت عنك إيو أنا عارو أنا ترى إحنا ما اتفقنا ولا جات السين ولكن أنا كاتب عندي طبعا ابن جبير كتب قصيدة وهو جاي للحج جميل فقال طبعا في مطلعها أقول وقد آنست في الليل نارا لعل سراج الهدى قد أناره هذه المقدمة ثم يقول بشائر صبح السراء آذنت بأن الحبيب تدانا مزارا جرى ذكرى طيبة ما بيننا فلا قلب في الركب إلا وطارا حنينا إلى أحمد المصطفى وشوقا يهيج الضلوع استعارا ولما حللنا فناء الرسول نزلنا بأكرم مجد جوارا الله 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 اسمح لي الكلام جميل والإلقاء أجمل ماشاء الله ما شاء الله حتى الإلقاء كان جميل الحقيقة القصيدة وغيرها من القصائد طبعا هل يتخيل أحد أن الدكتور مصطفى محمود كتب عن الحج كتب كتاب كامل عنوانه الطريق إلى الكعبة وهو مليء بالمشاعر الفياضة التي قد لا تتمالك دموعك وانت تقرأ الكتاب في أوصافه وغيرها عشرات الكتب يعني رحلات الحج لم تكن فقط تأريخ وتوصيف بل كثير منها كان من الخواطر والشعر والأدب مما يهيج الشوق لزيارة هذا الحرب صحيحة التطيفية طيب أنا حسا أذنكم بس هنطلع لفاصل وحنرجع نكمل حوارنا الثقافي الجميل هذا بعد الفاصل بإذن الله مشاهدينا الفاصل ونعود لكم بإذن الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله بإذن الله أكبر